وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي مدرية الأحوال المدنية والإقامة منح المستمسكات الثبوتية للنازحين القاطنين في مخيمات سليمانية وأربيل ودهوك وكاركوك وصلاح الدينة والاستماع لمشاكلهم الخاصة بعمل المدرية ووضع الحلول السريعة لها وأعلنت حكومة الأنبار المحلية حصولها على موافقة قيادة العمليات المشتركة لنقل نحو 25 أسرة نازحة من مخيمات النزوحي في قضاء عمرية الصمود جنوب مدينة الفلوجة إلى مناطق سكنها في محافظة صلاح الدينة وذلك ضم خطط عودة الأسر النازحة الطوعية إلى كل المحافظات المحررة مبينة أنها تنسق مع وزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات الإنسانية التي تكافلت بتخصيص عجلات لنقل هذه الأسر إلى مناطقها